والآن إلى جولة في الصحف العالمية والإسرائيلية نستهل هذه الجولة من صحيفة هارت ومقال للكاتب ألف بين تحت عنوان الضم والتهجير والاستطان الإسرائيلي نتنيه يستعد للمرحلة المقبلة من حرب غزة أكد الكاتب أن إسرائيل تدخل مرحلة جديدة من حربها في قطاع غزة حيث تسعى لاستكمال سيطرتها على شمالي القطاع وحتى محور نتسريم من خلال خطة أطلق عليها اسم خطة الجنرالات أوضح الكاتب أن الخطة تتألف من مرحلتين تقضي الأولى بتهجير السكان من شمالي القطاع وتحويله لمنطقة عسكرية مغلقة وتدعو الخطة لاحقا إلى تطبيقها في مناطق أخرى من القطاع بحجة ملاحقة مقاتلي حماس يتوقع الكاتب أن تصبح هذه المنطقة متاحة تدريجيا للإسرائيلي حيث يسعى نتنياهو لتحقيق ما يعتبره أنصاره إنجازا تاريخيا وهو توسيع أراضي إسرائيل لأول مرة منذ خمسين عاما ننتقل إلى صحيفة والستريت جورنل والتي نشرت تقريرا تحت عنوان بسبب السابع من أكتوبر استقالة قائد وحدة استخباراتية إسرائيلية بحسب الصحيفة قال الجيش الإسرائيلي أن يوسي سارييل قائد الوحدة 8200 والتي تعد أكبر وأهم وحدة استخبارات في الجيش الإسرائيلي قدم استقالته لرئيس هيئة الأركان بسبب الأخفاق في منع هجوم السابع من أكتوبر أكدت الصحيفة أنه ثاني مسؤول عسكري بارس يقدم استقالته بسبب هجمات السابع من أكتوبر بعد استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية في أبريل في مؤشر على الفوضى الداخلية التي تشهدها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترى الصحيفة أن هذه الاستقالات تعكس الشعور المتزايد لدى العديد من الإسرائيليين بأن المسؤولين في إسرائيل يجب أن يتحملوا المسؤولية عن الأخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي أدت إلى الحرب واشتياح غزة طلعتنا مجلة ناشنل انترست بمقال لروبرت ميسن تحت عنوان هل يمكن أن تؤدي حرب غزة لإحياء عملية منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة؟ بحسب الكاتب فأن التصعيد الإقلمي المتواصل والذي تؤججه حرب غزة يمكن أن يكون محفزا للديبلوماسيات الوقائية وللضغط من أجل اتفاقية شاملة لمنع انتشار الأسلحة النووية يرى الكاتب أن التوترات الإقلمية يمكن أن تدفع الولايات المتحدة وخاصة إذا أصبحت كمالة هارس الرئيسة الأمريكية القادمة إلى إعادة النظر في السياسة النووية الإسرائيلية وفق الكاتب فأنه بعد تقديم إيران التزام بوقف أنشطتها النووية فأن الجمعة بين التطمينات وضمنات الأمن الأمريكية قد يدفع إسرائيل لنزع سلاح ما يقرب من 90 رأسا نوويا والانضمام إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط على حد قوله ينضم إلينا من بيروت أمين قمورية الكاتب الصحفي مرحبا وأهلا بك معنا عبر شاشة الغد سيد أمين بداية لماذا يكثر الحديث عن خطة الجنرالات وبرأيكم هل يمكن أن تكون فعلا المرحلة التالية من الحرب أم ذلك مستبعد لما يحمل من تدعيات طبعا لا شيء يخفي أن نتنياهو منذ اللحظة الأولى لطنفان الأقصى يريد استغلال هذه اللحظة لتغيير الخريطة لتغيير الديمغرافيا طبعا غزة في عين العاطفة عملية القادم مستمرة المرحلة الأولى تقضي كانت بإقامة حزام جديد يعني غير غلاف الضفة حزام جديد في الداخل للفصل بين الفلسطينيين والمناطق المحتلة الإسرائيلية عملية فصل داخل القطاع نفسه بين الشمال والجنوب وطبعا الأهم هو الاستلاء مجددا أو احتلال مجددا معبر فلادلفري لمنع أي تواصل بين الفلسطينيين والداخل بين فلسطين ومصر وبالتالي منع عدم وجود أي حدود بين الطرفين طبعا الخطة تتركز بشكل أساسي على شمال غزة من الواضح أن عمليات التهجير والتدمير يعني تشير بشكل واضح إلى أن إسرائيل تريد الاستلاء على هذا الجزء كي تقول أنها وسعت جغرافيتها بأنها حققت شيء لم يستطع أي مسؤول إسرائيلي منذ فترة خمسين سنة تحقيقه لكن هذه عملية ضم هذه المنطقة والاستيطان فيها طبعا إسرائيل ستقوم بتنفيذها لكن بمقدار ما يستجيب لذلك الوضع الدولي الوضع الدولي حتى الآن الانتقاضات لا تزال دون المستوى يعني رغم كل ما تفعله إسرائيل هذه الحرب لا تزال مستمرة ونتنياهو يدير الإزم الطرشاء للجميع بمن فيهم للولايات المتحدة الأمريكية واضح واضح أن شمال غزة هو في عين العاصفة عمليات التدمير ستستمر عمليات القدم ستستمر طبعا سيبقى قسم كبير من السكان في هذه المنطقة سيحاول الجيش الإسرائيلي تجويعهم لدفعهم إلى النزوع وطبعا بشكل أساسي الفصل بين الشمال والجنوب عبر البقاء في معبر ندزرام وجعله خطا فاصلا بين المنطقتين المخططات الإسرائيلية واضحة في هذا الشأن وربما يكون هناك ما هو أخطر في المناطق الأخرى يعني من يفعل ما يفعل في الضفة الغربية يمكن أن تكون العملية أسهل بكثير له أو يفكر أنها أسهل بكثير له في قطاع غزة قطاع غزة لا يزال في عين العاطفة قطاع غزة البحر المناطق الغاز وما إلى ذلك المناطق التي كانت ولا تزال الخطط الإسرائيلية تعتبرها ريفييرا إسرائيل وبالتالي الاستيلاء عليها لا شك أنه أحد أبرد أهداف العملية الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي الجاري منذ 8 أكتوبر وحتى اليوم داني أنتقل معك سيد أمين إلى الول ستريت جيرنل لماذا تكثر الاستقالات داخل المؤسسة العسكرية فطول هذه الخلافات بين المؤسسة العسكرية والسياسية وما مدى تأثير ذلك فعليا لا شك أن 7 أكتوبر كشفت عن خلل كبير في الإدارة الإسرائيلية العكرية وكشفت عن خلل أكبر في جهاز الاستخباراتي يعني الوحدة 8200 المعنية بهذه الاستقالة هي وحدة أساسية في الجهاز الاستخبارات الإسرائيلي هي المعنية بجمع المعلومات وقراءة البيانات وتحليلها وبالتالي هي المولجة بمعرفة كيف يجب أن يفكر الخصم الفلسطيني يعني بعد استقالة رئيس شبكة أمان أو جهاد أمان الأمن العسكري اليوم رئيس الوحدة الأهم في الجيش الإسرائيلي في المخابرات الإسرائيلية معنى ذلك أن هناك فعلا صغرات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية وبعلاقة المؤسسة العسكرية مع الجهاد السياسي بتقدير من يجب أن يتحمل المسؤولية الأساسية في هذا الخرب هو نتنياهو نفسه هو الحكومة نفسها هي المسؤولة الأولى عن كل ما يجري لكن طبعا يجري إلقاء الصقل على الأجهزة الأمنية ككبش فداء للتهرب من تحمل المسؤولية نتنياهو لا يريد أن يتحمل أي جزء من المسؤولية حتى لا يحاكم لكن إذا استمر الأمر على هذا المنوال يعني كل يوم رئيس جهاد صار عدد المستقلين تجاوز الثلاثة أو أربعة وربما نرى لائح قد تطول من الآن وحتى وقف الحرب إذا توقفت في القريب العاجل طبعا يعني الخلل في المؤسسة العسكرية سيكون موضع للبحث الأساسي ما حدث في 7 أكتوبر هزة فعلا كل العقيدة العسكرية الإسرائيلية التي كانت تعتبر أنها جيش لا يقهر ولا أحد يفكر بالمحرمات فيه طبعا اليوم عندما يصل المقاومين الفلسطينيين إلى قلب غلاف غزة معنى ذلك أنه ربما نشهد ما هو أفعب في الضفة أو في أماكن أخرى في ظل هذه الخلافات اعتراف المؤسسة العسكرية بالأمس أنه الأنفاق تم أغلاقها وهي مغلقة من الجانب المصري ألا يحرج ذلك نتنياهو؟ هل هو بهدف أحراج نتنياهو لألا يبقى له ذريع لعرقلة المفاوضات عبر حجة محور فلادلفيا؟ طبعا من الواضح أن هناك تناقض في الرؤى وتناقض في السياسات بين الجيش والمؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية حتى الفيديو الذي جرى تسريبه قبل يومين عن موضوع قتل الأسرة في داخل الأنفاق الغاية منه هو إحراج نتنياهو ودفعه أيضا إلى السير في المفاوضات طبعا واضح أنه يوجد نوع من هذا الخلاف وواضح أيضا أن نتنياهو لا يزال يصر على إدارة الأزم الطرشاء يرى أن الفرصة المناسبة للقيام بما وعد نفته به منذ فترة طويلة وهو تصفية القضية الفلسطينية وهو يعبر عن ذلك بكل طراحة والاستيلاء على أرض فلسطين من البحر إلى النهر المرحلة الأولى هي غزة لا يريد أن يعود عن هذا المطلب حتى ولو كان هناك خلافات يعني بدليل أن عدد المحتجزين لدى حركة حماس لم يعد أمرهم يهم نتنياهو يعرف تماما أنهم قد يكونوا في عداد الضحايا لكنه ومع ذلك يواخل حربه وعدوانه بالطريقة التي يراها حتى مهما كانت أكلافها طيب سيد أمين تفضل بالبقاء معنا نتابع هذه الجولة ونعود إليك ننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز والتي نشرت تقريرا تحت عنوان بعد استبعاده عقد مناظرة ثانية معرقة البيت الأبيض تحتدم بين هاريس وترامب قالت الصحيفة أن المنافسة بين المرشحة الديمقراطية كامال هاريس والمرشحة الجمهورية دونالد ترامب تدخل المرحلة النهائية من الصباق نحو البيت الأبيض مستفيدين من زخم مناظرتهم التي سعيا خلالها إلى استقطاب الناخبين المترددين وتحريك نسب تأييدها المتقاربة أكدت الصحيفة أن هناك تحديا كبيرا يواجه حملة هاريس موضحة أن هذا التحدي لا يتمحور حول محاولة إقناع الناخبين الذين يدعمون ترامب بالعدول عن دعمه وذلك لأن دعم ترامب ظل مستقرا نسبيا منذ انتخابات عام 2016 بل يتمثل في جذب الناخبين الذين لا يطقون بأي من المرشحين ولم يقرروا بعد اختيارهم بحسب الصحيفة تشير استطلاعات الرأي إلى أن ترامب ما زال يحتفظ بدعم قوي من قاعدة الجمهوريين كما تظهر الاستطلاعات في الولايات المتأرجحة أن المنافسة متقاربة للغاية فضلا عن أن جماعات يمينية خارجية تمول حملات إعلانية بشكل كبير بهدف التغلب على هاريس نختتم الجولة من صحيفة فينانشل تايمز وتقرير تحت عنوان حملة ترامب تتأرجح بعد أن أضافت المناظرة مزيدا من الشقوق حول فرصه قالت الصحيفة أن حملة دونالد ترامب تواجه صدمة بعد أدائه الضعيف في المناظرة أمام كامالا هاريس ما أثار غضب حلفائه الجمهوريين الذين اعتقدوا أنه لم يكن مستعدا وأن نائبة الرئيس تفوقت عليه أكدت الصحيفة أن هذه المناظرة كانت بمثابة نقطة تحول جديدة في الحملة الانتخابية التي يمكن أن تضرب ترامب الذي يسعى الآن لاستعادة توازنه مع بقاء أقل من شهرين على انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر ذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن الاستراتيجيين الجمهوريين والمشرعين لم يعتقدوا أن أداء ترامب المتذبذب قد دمر حملته فإن الكثيرين اعترفوا بأن فرص إعادة انتخابه باتت ضئيلة خاصة أن هاريس وضعته في موقع دفاعي معظم الوقت وظهر متوترا في عدة نقاط ينضم إلينا مجددا من بيروت أمين قمورية الكاتب الصحفي أهلا بك معنا من جديد أمين برأيكم ما الذي جعل كامال هاريس تتقدم على ترامب في هذه المناظرة كما أشارت الفينانشل تايمز أعتقد أن ترامب بنى خطته الإعلامية وخطبه على أساس مواجهة بايدن هو يعرف بايدن تماما ويعرف نقاط ضعفه هو فوجئ فعلا بانتقال المواجهة إلى هاريس طبعا هاريس وجه جديد بالسياسة الأمريكية ولا شك أنها دديها خطاب ما من الواضح أن المناظرة الأخيرة أعطت هاريس بعض التقدم ولعل ترامب شعر بهذا التقدم لذلك يحاول قدر الإمكان أن لا يدخل في مناظرة جديدة والاعتماد بدل ذلك على الذهاب أو التوجه إقامة حملاته الانتخابية المباشرة مع المواطنين الأمريكيين آمنا بأن يحافظ على رصيده الأساسي وأن يضيف إليه بعض المترددين في النهاية المناظرات لا تغير كثيرا في الواقع معدى المناظرة التي حدثت بين ترامب وبيدن بايدن حزبه الذي منعه من مواصلة الترشيع فبالتالي هذه المناظرات يسمعها كل من أنصار الحزبين كل بطريقته من هو مع ترامب ومن هو مع هاريس هو مع هاريس لكن في النهاية الصباق هو على الفئة المتذبذبة التي لم تتخذ رأيا بعد لا شك أن انتقال هاريس إلى الواجهة لا شك أنه أحرج كثيرا حملة ترامب لكن هذه الحملة لا تزال في بدايته أنصح التعبير لا يزال هناك شهرين أو ثلاثة حاسمين في هذا الموضوع وقد تتغير الأمور معهم كثيرا وبالتالي سيحاول ترامب قدر الإمكان عدم منح هاريس أي فرص للكسب على حساب مناظرات ليست لمطلحة إضافة إلى ذلك هناك أمر مهم للغاية وهو فارق العمر الذي لم يكن لمطلحة بايدن الأمر الذي لم يكن لمطلحة بايدن تحول فعلا مرة أخرى في اتجاه ترامب ترامب إذا ما انتخب رئيسا في نهاية هذه الانتخابات سيكون أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في حين عمر هاريس وحيوية هاريس تعطيها الكثير من الأفضلية إضافة إلى القضايا التي تطرحها بأي حال من الأحوال أعتقد أنه رغم التراجع البسيط الذي حصل حتى الآن لا يمكن أن نجزم بأن هاريس هي المتفوقة لابد من انتظار الأيام المقبلة وما تحمله خصوصا أن هذه الانتخابات هي انتخابات مصيرية لكل الحزبين في الولايات المتحدة سيد أمين داني أعود معك إلى مقال الناشنال تايمس الذي تبعناه منذ قليل والذي كان يتحدث عن إعادة النظر في السياسة النووية الإسرائيلية في حال فوز هاريس برأيكم هل هي رؤية واقعية أم أنه هو نوع من الدعاية لكمال هاريس أعتقد من الصعب جدا إقناع إسرائيل بإزالة ما تملكه من أسلحة نووية لكن في الواقع امتلاك إسرائيل لهذه الرؤوس النووية لم يعد خطرا فقط على الفلسطينيين وعلى الدول الجوار في النهاية باتت خطرا على كل العالم من أوروبيين وغير أوروبيين وخصوصا بعد التلويح الإسرائيلي المتكرر بأنهم قد يسأل وطلب بعض الوزراء باستخدام القنبلة النووية في غزة وبطبيعة الحال هذا النووي الإسرائيلي يصير لدى الدول الجوار الكثير من المطالبة بأن يكون لديهم سلاح مضغط يعني حتما إيران هي أكثر إصرارا من قبل على أن يكون لديها سلاح نووي بعد تهديد بوتين بالسلاح النووي كلها أمور مجتمعة تجعل من الخطر أبقاء هذا السلاح في مناطق التوتر وفي أيدي أناسا متطرفين بالنسبة للولايات المتحدة هي تستطيع أن تقول لإسرائيل أنا أستطيع أن أوفر لكم المظلة والحماية النووية من دون أن يكون لديكم السلاح النووي مباشرة وبالتالي هكذا نستطيع أن نقنع الآخرين وبينهم الدول العربية وإيران بأن لا ضرورة للسلاح وبالتالي يمكن نزع كل السلاح المنطقة نزع الأسلحة الدمار الشامل من المنطقة لكن أعتقد أن هذا كلام انتخابي لا أكثر ولا أقل أعتقد أن باستطاعة أحد أن يقول لإسرائيل أديلي النووي أشكرك شكرا جزيلا من بيروت أمينكا موريا الكاتب الصحفي